كنا عم نحكي بقلب محطاتنا السابقة مع الاختصاصيين والدكاترا عن أهمية الشيء النفسي وقده هو إلى دور حتى نتغلب يمكن ويكون عنا مناعة نفسية ضد الأمراض وإفكار ضد الأفكار السبية بشكل عام الأشخاص اللي يعيشوا تفاصيل يوم عادية ممكن يمر يوم بشكل طبيعي ويقدروا يتغلبوا على الصعوبات الطبيعية اللي بتمر باليوم ويقووا مناعتهم ويكون عندهم طاقة إيجابية ولكن فجأة بيتقف كل هذا المشهد لما بيدخل شخص من الأشخاص لحياتك وبيبلش يبدأ بنشر السلبية بيومك هذا الشخص بنسميه صاحب الطاقة السلبية بالعموم كيفينا نبعد عن هذا المشهد نغيره نكثره كيفينا نعزز الطاقة الإيجابية بحياتنا هذا كله رح نتعرف عليه مع ضيفنا اليوم بالستوديو ضياء عكاري اختصاصي بعلوم الطاقة إسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك إسعد صباحكم شكرا كثير على الفرصة مرة تانية أهلا وسهلا فيك إسعد صباحك يمكن كما وصفت سلمة بالبداية قدش فعلا أنت بتبلش نهارك مع ضحكة وطاقة من التفاؤل والأفكار الإيجابية ويأتي شخص بينشور السلبية والمشكلة ما عدت هو شخص واحد صار المحيط بالنسبة إليك إن كان عملي أو عائلي أحيانا سلبي بشكل كتير كبير دعونا نحكي كيف فينا نبعد هاي السلبية عنا اليوم يعني كيف فيني أنا بكون محصنة حالي في كتير من الناس بيقولك إنه أنه أنت قلعة بدك تقدر تحصن حالك نفسيا لحتى هاي السلبية ما تخترقك هلا أول شي بدي أحكي كيف فكرة شوي حلوة اليوم نتلم عدت فضلتي هلا أنه دائما يعني المحيط حولينا فيه أشخاص سلبيين كتير سواء بالمنزل أو بالعمال أو بأي مكان تاني ممكن توجه له هلا فيه شغلة كتير حلوة بإلناها الدكتور صلاح لهي أنه دائما طاقة الشخص الإيجابي بتعادل طاقة أربعة آلاف شخص سلبي وهي فكرة أنا دائما لازم خليه بالي وأعرف أنه أنا طاقتي سواء كانت إيجابية شوية أو إيجابية كتير فهي رح تعادل أضعاف مضاعفة من الأشخاص السلبيين وطاقتهم والتفكير السلبي تبعون هلا قبل البداية أول شي بدي أعرف أنا الطاقة السلبية كيف بتأثر فيني وليش أنا لازم بعيد عنها يعني الطاقة السلبية هي ما لمجرد يعني مصطلح أو فكرة أو أي شيء يمكن يمرؤ معنا بالليوم فالطاقة السلبية هي بتأثر علي أنا كشخص نتناقي طاقة السلبية بتنعكي السلوك السلبي تجاهك بسير بتأثر فيني أنا كشخص بتأثر على مناعتي بتأثر على صحتي بتأثر على تفكيري وبالتالي بتأثر على الأفكار تبعتي في البداية، سيقول مكتوب بها أن تلعب السلوك. ومجموعة السلوكيات والمجموعة يتكون العادات، ومجموعة العادات هي التي يتكون الشخصيات. إذا كانت أفكار مفتوعة، وهذا الناس سيكون عندي، ومن ثم سنشاء عنا سلوك سلبي. ومجموعة السلوكيات السلبية ستكون عندي عادات. إذا كانت هذه العادات سلبية، وبثالي، أنا شخصيتي أو تفكير سليبي، أو أنا شخصيتي سلبي. أشخاص temропهولية والأشترك الأشHer quickery وق eighteen Macinal هذه الأشياء جيدة وأشبهت إثباتك لتي تؤتي почему الخطيرة الإثبار انا اشخاص كل أشخاص التي تتجد المزين ماذا عنها أشخاص هؤلاء Autora الإثبات أو سباتي دعنا نتحدث شوية اليوم. كثير سهل نقول أنا شخص متفائل وأنا شخص إيجابي وأنا ما بحمل القصة فوق حجمة مثل ما بيقول أو فوق طائطة. بس لما بنوجد بهذا الموقف بلاقي أنه كل هذول عبارات بيختفوا. كيف أنا فيني فعلاً كون شخص إيجابي. عزز هذا المفهوم لحتى يصير سلوك. ما يكون فقط مجرد مفهوم أنا بعرفه وبحبه وعم حاول أني أنا أكون هيك. تمام. هلأ أول شي بدي أعرف أن هاي الطاقة السلبية وهذه الأفكار السلبية نتيجة شو إجت عندي. كتير عالم بقول أنه هاد الزلمي عندو أشخاص عندو أشخاص سلبين بحياته وعندو أفكار سلبية عندو 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 عندو. طب هي الشغلات أنا كيفيني اتعامل معها. طب خلاص سامي. أنا عرفت أنه عندي أفكار سلبية. لا لا دائماً فينا نغير. لا أوقات ما فيك تغير الأشخاص السلبين. لا لا. أنا أتبلج بحالي. أنا أتبلج بحالي. مجرد أني أنا عملت شي أو عملت تغيير بحالي فالأشخاص اللي حوالي سواء كانوا سلبين أو إيجابيين سيتجاوب معي. حسناً قبل بداية أنا بدي أعرف هاي الأفكار كيف تنشأ. حسناً هناك ثلاث طرق أساسية للأفكار السلبية لحتى تنشأ عند الشخص. أول شي عن طريق التكرار. دائماً الأشخاص اللي بدون يعمل شي أو بدون يساوي شي بيكرر هاي الفكرة بباله. أو بقول أو بردد هاي الفكرة على لسانه. فهذا الشي هو اللي بي نزل الأفكار أو بنزل معتقدات للعقل الباطن وبالتالي العقل الباطن هو دائماً ننشأ كل شي فأنه كانوا معتقدات أو الشغلات اللي عندي موجودة العقل الباطن هي سلبية وتالrend же ابرد تمرجلي أوالطSp' أول طريقة هي التكرار اللي هي مثلاً عن طريق الأهل, عن طريق عن طريق العمل، عن طريق الرفقات، عن طريق كتير شغلات ممكن اتعرض لك اليوم ممكن عن طريق الناتو وتلفزيون كمان اذا عززوا شغلات سلبية وبالتالي انا هي كلايات الشغلات السلبية عم تتكرر مرة 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 رح تنزل للعقل الباطن تبعي وبالتالي رح ينشأ عنا افكار سلبية عم تطلع هي مني انا ساعتها هاي الطريقة الاولى الطريقة التانية اللي هي عن طريق المشاعر دائما انا لما بديعي الشعور يربط معه حداث فهذا الشيء فورا وقوة كبيرة رح ينزل للعقل الباطن تبعي مثل مثلا اذا انا ماشي بالشارع صار معي موقف معين شفت شخص معين حسيت بشيء هذا الشعور اللي عمينشأ عندي رح يخلي هذا الموقف او هذا المشهد اللي صار معي ينزل فورا للعقل الباطن واذا تكرر على اكتر من مرة فصار عندي شعور صار عندي تكرار وبالتالي هذا الشيء رح ينزل بقوة اكبر للعقل الباطن وبالتالي متل ما انا عرفت هون كيف بدي اتعامل مع او كيف اجهة الافكار السلبية انا صار فيني اتعامل معا شو كطريقة ايجابية انا صار فيني ردد شغلات ايجابية لحتى نزل على العقل الباطن مثلا اذا فيه شخص بخاف كتير بخاف من العتمة او بخاف من ايشي هذا الخوف ما اجه هيك عن عباس هذا الخوف اجه نتيجة متل ما حكينا معتقدات نتيجة اهل نتيجة ايشي ممكن يتكرر او يتعرض له خلال اليوم كيف يتعامل مع هذا الخوف مثلا لنفرض ان الشخص بخاف من المرتفعات هذا الشخص هاي الفكرة او هذا السلوك تبعه ناتج عن الافكار تبعه فشو فينو يعمل مثلا احد اي الشغلات فينو يردد انو انا شخص شجاع انا شخص اه بدي ركز انا هون كتير منيح بدي ركز على الشي اللي انا بدي اياه انو انا شو بدي اتحول لشو بدي اصير ما بدي ركز على الشيلي ما بدي اياه فغلط انو انا اول مثلا انو انا بدي خاف فكلمة ما بدي هي كلمة غلط انا ما فيني انو اتعامل معك كشي فيني يكرروا لحتى ابعد هذا السلوك السلبي او هذا الشي اللي انا عميشه فانا بدي ركز او بدي ردد الشي اللي انا بدي اياه هلا بالمرحلة اللي احنا فيها هلا شو الشي اللي اكتر شي بي حاجته لحنا اكتر شي بي حاجته لحنا هو مناعة قوية افكار ايجابية افكار ممكن تأثر على المحيط ممكن تنتقل هذا الشي لحتى يعني انا اعكسه على الاشخاص اللي حواليه سواء كان بالبيت اذا كنت مثلا رب اسره فانا هذا الشي ممكن اعكسه على ولادي اذا كنت مثلا خصوصا هلا مع القعدة بالبيت ولمك العيلة قداش فعلا في بعض السلوكيات بتأثر بطريقة التعاطي مع الاخر يعني يابل ما كنا نقعد مع بعض هاي الاوقات الطويلة اليوم تلاقي فيه اعداد طويلة في يعني مع اعداد اكبر بالعيلة كان دائما يجتمح شخص او شخصين هلا العيلة كل اياتها عام تلتم مع بعضها دعونا نحكي عن بعض الافكار او السلوكيات الايجابية كيفيني فعلا اتعامل معها بشكل يومي حتى مشان ما يكون المذهج العام سلبي بالبيت تمام هلا متل ما حكينا انا بدي اعمل التمرين تبع التكرار وبدي اعمل معهم التمرين اني انا عيش هاي الحالة قلت انا شجاع قلت انا قادر قلت انا فيني اعمل شي فيني اعمل تغيير ايجابي بحياتي بدي اربطه مع الشعور واكتر من مرة بدي اردد هذا الشي وبالتالي هذا الشي رح يمعكس بشكل ايجابي طيب انا عملت هذا الشي فجأة اجا شخص سلبي شخص حامل افكار مال منيحة انا بدي اعمل مع هذا الشخص اول شئ انا بدي اعمله انه بدي يقرر انه collected هذا الشخص يعني weevיב هاتى الشغلات اللي اما جانت عنده ونتيجة كمان نفس الشي اللي كان عندي انا نتيجة الاهل نتيجة المعتقدات اللي عنده فهو ما يعني مابدي يحملهًو زنب كبير انه او شخص سلبي بس قرار دائما هو بيده طبعا و بس انا كيفى اتعامل معه اول شئ انا بدي تقبل هاد الشخص مثل ما هو ما بدي حاول ان يغير لأنه هذا الشخص إذا ما طلب مساعدة أنا ما فيني ساعده إذا هو ما كان فيه يساعد حاله فأنا ما فيني ساعده أنا فيني إنصحه وفيني وعي بس أنا بدي أتقبله مثل ما هو متما تقبلت الفكرة ما قاومته صار فيني أنا أتعامل مع هذا الشيء بدون ما يأثر هذا الشيء عليّ يعني أتقبل أنا الموضوع بسلام خلاص هذا الشخص عنده تفكير هو هيك يعني عايش طريقة معينة إذا أنا فيني أعمل شيء تغيير بحياته إذا طلب مني ممكن ساعده إذا ما عمل شيء فأنا خلاص ما يعني ما بدي أتعامل معه بطريقة بطريقة أنه هو يأثر علي فيه أكيد ضياء يعني إن شاء الله يا رب يكون الكل يستفيد من هاي المعلومات قبل ما نختم شو بتحب تقول كلمة اليوم لكل حدا عم بيشوفنا ولسه قدرانين نحنا نفتح بواب من الخير والتفاؤل لكل الناس إن شاء الله يا رب الشغلة اللي بدي أولا أنه دائماً لحنا بيدنا القرار دائماً بيدنا تغيير وبيدنا نضل مثل ما لحنا دائماً كل الأشخاص اللي حولينا كل الأشخاص اللي بالعالم عندهم قدرة أنه يعملوا تغيير سواء بحياتهم أو بحياة الأشخاص اللي حوليهم فالفكرة بس الأساسية اللي كل العالم ما بتنتبه له إنه أنا قديش ممكن أو قديش فيني استثمر من طاقتي أو من الوقت تبعي لحتى أنا أعمل هذا التغيير كل العالم فينا تعمل التغيير بس أنا قديش فيني استثمر من وقتي ومن طاقتي لحتى أنا أعمل هذا التغيير حاولنا يمكن نقدم بعض المعلومات المفيدة لنشر الطاقة والأفكار الإيجابية لكل الناس إننا نشكرك ضياء عكاري دبلوم معلم طاقة على وجدك معنا شكراً كتير إلا شكراً لك شكراً لوجودك